السلام عليكم ورحمة الله شفتوا هالخير والأمطار اللي جاتكم هالأيام أمطار تاريخية كثير من الناس ربما ما شافها من قبل كثير من الناس ما توقعها ولا تخيلها ولا تصورها أبدا التاني الأمطار اللي نزلت على السعودية صنفت هي الأعلى في العالم في السنة ذي حتى الآن الكرون صلينا صلاة السسقى قبل موسم الأمطار السنة ذي وجانا بعدها عج على طول وفي ناس كثير قاموا يرسل المقاطع يقولون هذور يصلون ويجيهم عج يقصدون بالعج لها العواصف العاتية وفعلا جاتنا عواصف عاتية وتشاءموا والناس وما دريش وكنت أقول هاكل أيام يا ناس اتقوا الله وش جاء بعدها؟ جاء بعدها الأمطار وسالة الشعاب والأودية وامتلت الآبار وروية الأشجار وغنة الأطيار خير عظيم رب كريم والله سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد شفتوا كيف الفرج من بعد القنوط من بعد ما قنطوا ثم ايش؟ ثم ينشر رحمته بعدين ايش؟ وهو الولي الحميد يعني بواليكم بالنعم والرحمات والخير والفضل ما ينقطع ما يعدم من سبحانه الخير أبدا سبحانه وتعالى قل لعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه للذين أسرفوا في كيف للي ما أسرف الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء الله سبحانه وتعالى نزل رحمة وحده 99 رحمة شهيلها للمؤمنين يوم القيامة الرحمة ذي وسعت كل شيء يتراحون بذرية آدم والخلق كلهم من يوم خلقوا إلى يوم القيامة 99 هذه لأهل الإيمان فبشروا بالخير الأسياء يجب أن نتعلم منها وأن تروي قلوبنا بالإيمان والتعلق بالله وأن رحمة الله قريب جدا وأن لا نيأس ولا نقنط أبدا من رحمته وبهذه المناسبة ترى الأمطار اللي شفتوها هذه كلها ترى حتى الآن فقط من جهة وحدة من جهة بحر العرب لسه باقي مناطق أخرى ما بعد جانا خيرها هذا الأمطار اللي جدت عنيفة جدا رياح هائلة وسحاب أسود وبروق ورعود وأشياء مرعبة وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء احتزت وربت وأنبتت من كل زوج مهيت ألم يقل ربكم سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرى إذن ابشروا بالخير إلى منكم شفته العسر السلام عليكم تصبحون على خير